هنروح لفتتاح بطولة العالم لنشيء درجات اللي بتتفتح دلوقتي طبعا فجئنا ان موجود في الافتتاح معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وده طبعا اكيد في حضور كمان الدكتور أشف صبح وزير الشباب والرياضة حاضر طبعا ده وضع طبيعي بس هنا يوريلك قد ايه برغم من مشاغل معالي او دولة رئيس الوزراء ما شغلوش ده ان هو يجي يفتتح بطولة زي دي وبيشارك فيها عدد كبير جدا من اللاعبين واللعبات 46 دولة فالحقيقة ده بيدل على اهتمام القيادة المصرية بالرياضة والرياضة ما اصبحتش بالنسبة للدولة المصرية حاجة زي اوبشن او حاجة طرفية لا لا ده بقت صمعة وبقت يعني وشفنا من يومنا الخطاب اللي طلع من وزارة الشباب والرياضة للهيئات الرياضية ان حوكمة الرياضة ده ماشي في حوكمة الرياضة يعني ايه حوكمة الرياضة مش معناها تدخل او كلام ده لا خلص حوكمة الرياضة معناها ان تمشي في روح الجمهورية الجديدة لازم الرياضة تاخد روح الجمهورية الجديدة ان احنا ما بنروحش البطولات العالمية ولا بننظمها عشان تنظيم المشرف او المشاركة المشرفة ودي روح الجمهور ان احنا نقدر مشاريع املاقة عندك بنية تحتية رضيئة قبيرة جدا فحضور النهاردة دولة رئيس الوزراء لافتتاح بطولة العالم ناشئين الدراجات حاجة جميلة جدا بطولة بالمناسبة تتنظم من 1 ل 5 سبتمبر وطبعا 46 دولة رقم كبير جدا من المشاركين ومصر هيشارك في البطولة 12 لعب ولعبها في 12 لعب ولعبها هيشاركهم المصر وده طبعا بيديهم خبرات كبيرة جدا البطولة دي استمرار لسلسل طبعا البطولات اللي مصر بتستضفها في الفترة اللي فاتت طبعا بداية بطولة العالم من كرة اليد كأس العالم من الرماية بطولة العالم للسلاح كأس العالم للجنباز بطولة العالم للخماس الحديث بطولة العالم للنقشي الخماسي بطولة البريمية مليك للكاراتير وايضا بطولات كتير مصر هتنظامها الفترة اللي جاية ايضا وديه ماشية مع سياسة الدولة المصرية